نجاة رئيس العمليات المشتركة بالمنطقة الرابعة من تفجير وسط عدن قوة للانتقالي تختطف رئيس شعبة الاستخبارات لمحور تاعز والداخلية تلغي قرار محافظ حضر موت بتعيين مدير شرطة جديد واصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلة في هجوم حوثي استهدف منزل شيخ قبلي في مأرب نشرة التاسعة من يمن شباب أهلا بكم البداية من العاصمة المؤقتة عدن حيث نجا رئيس هيئة العمليات المشتركة لقوات المجلس الانتقالي وفي اللواء صالح علي حسن اليافع من محاولة اغتيال اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن وانفجرت سيارة مفاخخة ركنت على جانب الشارع الرئيسي في مدرية المعلة وذلك فور مرور سيارة اللواء اليافع المصفحة إلا أنه لم يتعرض لإصابة وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار لم يتسبب في أي خسائر بشرية وتقع العاصمة المؤقتة فعليا تحت نفوذ المجلس الانتقالي وتشكيلاته العسكرية والأمنية في وقت يتواجد فيه مجلس القيادة والحكومة في عدن في ظل انقسام عسكري وأمني وفي شأن آخر اختطفت قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولا عسكريا في محور تعز مع مرافقيه وفق بلاغ صحفي للمحور وقال المحور إن قوة تابعة للواء الخامس حزام أمني اختطفت العميد عبد قاسم البحيري رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في محور تعز مع مرافقيه واقتدته إلى جهة مجهولة ووقعت الحديثة أثناء ما كان المسؤول العسكري في طريقه لحضور الاجتماع الدوري الرسمي لقيادة الشعب المنعقد في مقر دائرة هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع في العاصمة المؤقتة عدن وقال البيان إن مصير العميد البحيري لا يزال مجهولا منذ ظهر أمس وحتى الآن مشيرا إلى مخاطبات قام بها المحافظ نبيل شمسان وقيادة المحور إلى القيادة العليا بالدولة ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان والجهات المعنية الأخرى وحملتها مسؤولية سلامة البحيري وسرعة الإفراج عنه على صعيد آخر أفرج عن وكيل محافظة عدن رشاد شائع من قبضة مسلحين قبليين اختطفوه من العاصمة المؤقتة عدن إلى ردفان بمحافظة لحج بعد ثلاثة أيام من اختطافه على خلفية اتهام مرافقه الشخصي بقتل المواطن سالم سيف الردفاني وكان مرافق الوكيل شائع قد سلم نفسه صباح الصبت إلى إدارة البحث الجنائي في عدن في حين تم الإفراج عن الوكيل مساء وتحويله إلى سجن إدارة البحث الجنائي على ذمة التحقيق في واقعة القتل ولم يصدر أي موقف من إدارة أمن عدن أو السلطة المحلية بالمحافظة إزاء واقعة الاختطاف التي تطال لأول مرة مسؤولا بدرجة وكيل في المحافظة ألغت وزارة الداخلية قرار محافظ حضرموت عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني بتعيين مدير عام شرطة حضرموت الوادي والصحراء بحكم أنه ليس من اختصاصه جاء ذلك في مذكرة موجهة من واكيل أول وزارة الداخلية إلى مدير عام شرطة حضرموت الوادي والصحراء وقادات الوحدات الأمنية ونصت المذكرة على توقيف كل الإجراءات والتعيينات التي تمت من قبل محافظ حضرموت ومنها تعيين مدير عام لإدارة شرطة حضرموت الوادي والصحراء وشددت الوثيقة على منع دخول المعين الجديد إلى الإدارة العامة لشرطة حضرموت الوادي والصحراء مع توقيف أي إجراءات لدور تسليم إلا بموافقة رئيس المجلس القيادة رشاد العليمي ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وكانت مصادر محلية قد قالت إن المحافظ البحسني أرسل قوة عسكرية من المكلة بهدف فرض تنفيذ قرار التعيين الذي أصطره الأربعاء الماضي عسكريا أعلن محور تعز إحصائية بالخسائر في صفوف مقاتليه جراء الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة المنصرمة من أيام الهدنة الأممية وأفاد المحور في بيان عن استشهاد سبعة جنود وإصابة أربعة وخمسين آخرين إضافة إلى سقوط شهدين من المدنيين وإصابة سبعة عشر آخرين وبلغت الخروقات الحوثية للهدنة ألفا وأربعة مائة واثنين وثلاثين خرقا للهدنة الأممية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ مطلع إبريل الماضي في مختلف جبهات القتال بالمحافظة وشملت الخروقات الحوثية استقدام تعزيزات وتحركات للأسلحة فضلا عن حصار قناصي الميليشيا للمواطنين والقصف المدفعي والسهداف المواقع والقرى والأحياء السكنية ومخيمات النازحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة إلى جانب زراعة الألغام وشق طرقات وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة في مأرب أعلن الجيش الوطني عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية السارية منذ نحو شهر ونصف ووفق بيان للجيش فإن جنديا قتل وأصيب آخر برصاص قناصة الحوثيين في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب يأتي هذا بعد يوم على إصابة ثلاثة جنود في هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في جبهات ملعاء وأمريش وصحراء الأعيرف ومناطق محاذية لمركز مديرية الجوبة جنوبية مأرب ونهاية الأسبوع الماضي صد الجيش الوطني هجوما على أحد المواقع العسكرية في جبهة المخدرة وفي وقت تعرضت فيه مواقعه لاستهداف بصاروخ باليستي سقط في مفرق الجوبة إضافة إلى استهداف مماثل بصاروخ باليستي استهدف مواقع الجيش شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف في مأرب استهدفت ميليشيا الحوث الإرهابية منزل شيخ قبلي بطائرة مفاخخة اليوم الأحد وفق مصادر محلية وقالت المصادر إن القصف طال منزل شيخ حسن محمد شعفان غربية مركز مديرية رغوان الواقعة غربية المحافظة وأسفر هذا الهجوم عن إصابة ثلاثة من أبناء الشيخ القبلي بينهم طفلة لا يتجاوز عمرها بضع سنوات في الضالع أفادت مصادر عسكرية عن إصابة أربعة جنود جراء استمرار القصف الحوثي على معظم جبهات القتال شمالية المحافظة وأوضحت المصادر أن الجرح أصيب جراء استهدافهم بمقذوف طيران مسير من قبل ميليشيا الحوثي في قطاع بتار وقصفت الميليشيا خلال الأسبوعين الماضيين مناطق متفرقة في قطاعات بتار والثوخب وكذلك قطاعات صبير الجب والفاخر وباب غلق ومريس ضمن خرقاتها المستمرة للهدنة كما نفذت الميليشيا عمليات هجومية خلال الأيام الماضية في قطاع الثوخب وشنت قصفا متفرقا بمقذوفات الطائرات المسيرة ومن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وفي الحديدة أعلنت القوات المشتركة عن تعرض مواقعها لهجومين متتاليين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وقالت القوات المشتركة أنها ترعرضت للهجومين بطيران مسير تابعا للميليشيا حيث استهدفت مواقع جنوب مديرية الجراحي جنوبية محافظة الحديدة مصادر ميدانية أفادت أن جنديا في صفوف تلك القوات أصيب بنيران الحوثيين ضمن خروقات الميليشيا للهدنة الأممية وتزمن هذا مع استحداث الميليشيا مربضة مدفعية جنوب الجراحي ونشرها قناصين بمحاذاة المعبر الذي بادرت القوات المشتركة بفتحه من طرف واحد مؤخرة وفي سياق الهدنة الأممية أعلنت الحكومة مساء أمس السبت عن انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء غدا الاثنين ضمن تطبيق بنود المبادرة الأممية التي تقترب من نهايتها دون تطبيق بنودها الأخرى وفي مقدمتها إنهاء الحصار الحوثي على تعز وأعيدت جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء بجهود من الحكومة والتحالف والمبعوث الأممي وتعاون من قبل الأردن وفق تدوينة لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك يأتي هذا فيما لا تزال البنود المتبقية من الهدنة محل تعثر بعد رفض من ميليشيا الحوثي لفتح المعابر إلى تعز وإنهاء حصارها للمدينة المستمر منذ سبع سنوات وكانت كتلة محافظة تعز في مجلس النواب قد طالبت أمس مجلس القيادة الرئاسي بوقف أي تفاوض مع ميليشيا الحوثي قبل رفع الحصار عن تعز وفتح كل الطرقات والمنافذ بشكل عاجل وفوري كما دعت الكتلة في بيان المبعوث الأممي إلى الكف عن التعاطي مع هذا الملف الإنساني من منظور سياسي والإسراع في تنفيذ تعهداته برفع الحصار وفتح الطرقات والضغط على ميليشيا الحوثي للتوقف عن الانتهاكات ضد المدنيين والتي لم تتوقف رغم الهدنة الإنسانية والعسكرية في البلاد سياسة مزدوجة تنتهجها الأمم المتحدة في اليمن تضع مجلس الرئاسة القيادة على المحك خاصة بعد نجاح المبعوث الأممي هانس جرونبرغ في انتساع مطالب لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية في حين ينتظر مصير مجهول البنود الأخرى من الهدنة الأممية وفي مقدمتها انهاء الحصار الحوثي عن تعز على طريقة سلفه البريطاني مارتن جريفث يسير المبعوث الأممي السويدي هانس جرونبرغ في السياسة الأممية المزدوجة نفسها وهي التي أثبتت فشلها وعجزها والبعض يعتبرها توجها أمميا هدفه ليس رعاية السلام المفقود وإنما رعاية الحرب المفروضة وإطالة أمدها عن طريق سياسة تدليل الميليشيات المدعومة من إيران منذ نحو عام ومهمته الظاهرة تنحصر في إيصال رسائل الإرهابيين الحوثيين إلى الخليج والأمم المتحدة ونقل مطالبهم إلى المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية وممارسة الضغط عليها بشكل مستمر لانتزاع استجابة مجانية منها لتلك المطالب والشروط في كل زيارة يجريها هانس ويلتقي خلالها بقيادة الشرعية ينجح في انتزاع تنازلاتها مجانية لصالح الميليشيات التي صنفها آخر قرار لمجلس الأمن بالإرهابية غير أن المسافة بين نصوص القرارات الدولية والسياسة المسؤولين الأمميين في الواقع يجسدها الأداء المتناقض للمبعوث في اليمن قبل أيام وجه خطاباً للحكومة الشرعية يدعوها للموافقة على السماح لحاملي جوازات السفر الصادرة عن تلك الميليشيا بالسفر إلى الأردن عبر مطار صنعاء متعاهداً بعدم حدوث أي تغيير في المركز القانوني للحكومة الشرعية ولم يقل كيف سيضمن وكيف سيلزم الحوثيين الذين عاجز عن إلزامهم بتنفيذ اتفاقية استوك هولم وهو من احتاج عاماً كاملاً ليسمحوا له بزيارة صنعاء نجح الرجل في انتزاع موافقة حكومية ومن المتوقع تسيير أولى الرحلات الجوية يوم غد الأحد لكن هل حصلت الشرعية على مقابل هذه الموافقة أم كانت استجابة مجانية منها لضغوط الأمم المتحدة ولماذا وافق المجلس الرئاسي ليس هناك أي مقابل حصلت عليه الحكومة الشرعية ومن الواضح أنها وافقت بدون تنفيذ شروطها المطروحة بعد اتفاق الهدنة ومنها حصار تعز المستمر منذ ثمان سنوات لا يبدو أن الأمم المتحدة ستغير من سياستها وتوجهاتها المزدوجة في اليمن والسؤال الأهم يدور حول نهج مجلس القيادة الرئاسي في تعاطيه مع تلك التوجهات الأممية وما المؤشر الذي يعطيه تخلي المجلسي عن ملف حصار تعز إلى محافظة إب حيث اختطفت ميليشيا الحوث الإرهابية خطيبة مسجد ضمن ممارستها العنصرية الممنهجة لفرض أجندة طائفية ووفق مصادر محلية فإن الميليشيا اختطفت ناصر محمد النقيل خطيبة جامع الظهور بمنطقة الحميراء التابعة لمديرية السياني جنوبية إب المصادر أوضحت أن الاختطافة جاء بسبب محتوى الخطبة الذي لم يلتزم فيها بتوجيهات الميليشيا الحوثية التي تسعى إلى فرض أفكارها ومعتقاداتها ونشرها بالقوة وتأتي الحادثة بعد أيام من تغيير الميليشيا عددا من أئمة وخطباء مساجد في مختلف مديريات المحافظة ضمن مساعيها ونهجها الطائفي كشفت شبكة حقوقية عن مقتل سبعة عشر مهاجرا إفريقيا في عملية إحراق مساكنهم وخيامهم في منطقة الرقوة الحدودية بمحافظة صعدة وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان بقيام ميليشيا الحوث بإحراق محالة وخيام مهاجرين أفارقة في منطقة الرقوة الحدودية بمحافظة صعدة مما أسفر عن مقتل سبعة عشر شخصا وإصابة آخرين في حين قالت إن الحصيلة النهائية لم تعرف بعد وقال البيان إن الميليشيا تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل وتعمل على تصفية من يرفض الإنسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال في صفوفها أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود من اليمنيين والأفارقة الذين يتخذون اليمن منطقة عبور إلى عدد من الدول بحثا عن لقمة العيش الشبكة أكدت أن هذه الجريمة تمثل إضافة جديدة إلى سجل الميليشيا الدموي خصوصا بعد قتل أكثر من ستين إفريقيا حرقا في سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء في العام الفين وعشرين إلى جانب جرائمها المستمرة بحق المدنيين اليمنيين العزل وطالب البيان كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل أطلقت الشبكة اليمنية لمكافحة الألغام مساء اليوم الأحد حملة إلكترونية لمطالبة ميليشيا الحوث الإرهابية بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في مناطق واسعة في البلاد وتهدف الحملة إلى التذكير والتنبيه بخطر الألغام الأرضية الفتاكة على المجتمع اليمني أفرادا وجماعات وأثارها المترتبة على حياة المدنيين ووفق المنظمين فإن الحملة تسعى إلى ممارسة الضغط على الجهات المسؤولة عن زراعة الألغام لتقديم خرائط كاملة وواضحة عن حقول الألغام والعبوات المتفجرة ووقف أعمال صناعة وزراعة الألغام وبدء بتطهير البلاد منها كجزء من عملية السلام وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بزرع أكثر من مليون لغم في اليمن وهي الإحصائية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية رئيس جمعية الشعراء الشعبيين في مدرية بلاد الروس جنوبية صنعاء وذكرت مصادر محلية أن حملة مسلحة يسيرها أو سيرتها الميليشيا استهدفت منزل الشاعر أمين المشرقي رئيس جمعية الشعراء الشعبيين اليمنيين وقالت المصادر أن العناصر الحوثية داهمت منزل الشاعر المشرقي في قرية شباعة بمدرية بلاد الروس واختطفته مع شقيقه عبدالإله المشرقي واقتدتهما إلى سجونها بدون أي مسوغ قانوني وتواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها بحق الناشطين في الوسط الفني في مناطق سيطرتها وفق تقارير حقوقية رصدت آلاف الانتهاكات طالت المنوئين والمشكوك في ولائهم أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير برج الاتصالات لشركة سبا فون في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج وقال وجل السعدي المستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات إن مديرية طور الباحة أصبحت خارج الخدمة بعد إقدام ميليشيا الحوثي وعبر أدواتها المحلية بتفجير برج الاتصالات التابع لشركة سبا فون في منطقة الرجاع بمديرية طور الباحة وأضاف السعدي في منشور له على فيسبوك أن الميليشيا عبر أدواتها تمكنت من الوصول إلى موقع البرج وعمدت إلى تفجيره بواسطة المتفجرات يواصل مرتزقة إيران الحوثيون تدمير اليمن وسفك دماء اليمنيين فيما يذرفون دموع التماسيح على القدس وفلسطين التي تعيش أوضاعا أفضل مما تعيشه اليمن في ظل الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران المشاهد تتوالى من فلسطين حيث القمع الإسرائيلي المدفوع بعقيدة عنصرية يندفع في محاولة لعرقلة جنازة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقله مشهد طافح بالعنف ونزعة الإرهاب تعيشه فلسطين من حين لآخر فيما تتكرر في اليمن عشرات المشاهد الأكثر عنفاً وإرهاباً ودمويةً يومياً منذ انقلاب الحوثي المشؤوم في سبتمبر من عام 2014 وفيما تستعرض عنصرية الاحتلال الإسرائيلي عضلاتها على شعب فلسطيني أعزل يعيش اليمن منذ سنوات أوضاعاً مأساوية في ظل حرب حوثية إيرانية تنشعواء على الشعب اليمني أكثر تدميراً من الحرب الإسرائيلية على فلسطين المحتلة مئات المدنيين اليمنيين بينهم صحفيون وسياسيون ما زالوا في زنازين الإرهاب الحوثي وقطالهم شتى أنواع التعذيب وأكثره بشاعة وإجراماً وآلاف الصواريخ الباليستية والقذائف والطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية على رؤوس اليمنيين طيلة السنوات الماضية وما زالت الميليشيا تواصل إرهابها وجرائم حربها دون رادع وتذرف في الوقت نفسه مع إيران دموع التماسيح على فلسطين والقدس المحتلة أحكام بالأعدام ودورات طائفية يتخرج منها بعض المغرر بهم ويباشرون قتل آبائهم وأمهاتهم بدم بارد ظاهرة لم يعرفها اليمن قبل الانقلاب الحوثية وهيمنت هذه الميليشيا الإجرامية على صنعاء ومعظم مناطق شمال اليمن وتستمر آلة القتل والإرهاب الحوثية بدعم من إيران وإدارة مباشرة من ضباط الحرس الثوري الإيراني في اقتراف فضائع وجرائم مهولة بحق اليمنيين واليمنيات تحت شعار الصرخة الخمينية والانتصار للقدس وهو شعار شيطاني الزائف استغلته إيران لتنفيذ مخططها التدميري لدول المنطقة العربية وسفك دماء شعوبها كما في اليمن والعراق وسوريا ولبنان في الحديدة شب حريق جديد في مخيم للنازحين بالمحافظة في حادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع وقالت مصادر محلية إن الحريق شب في مخيم الوعرى للنازحين بمدرية الخوخة مساء أمس السبت والتهم الحريق وفق المصادر عشرات الخيام في حادث هو الثاني خلال أقل من أسبوع وتعرض مخيم عطاء المرأة بمدرية الخوخة الأربعاء الماضي لحريق أدى إلى إصابة أحد النازحين وتضرر نحو ثلاثة وأربعين مسكنا بالمخيم وتكشف الحرائق التي تتعرض لها مخيمات النزوح بالحديدة ضعف تدخل المنظمات بعد أن طالت مئات النازحين في جانب المأوى والإيواء توجه أكثر من ستة وثمانين ألف طالب وطالباء اليوم الأحد لخوض اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021-2022 في ثلاثة عشرة محافظة محررة وكانت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن استكمال استعداداتها وتحضيراتها الفنية والنهائية من خطة التهيئة والإعداد للاختبارات وأكدت اللجنة العليا للاختبارات على ضرورة الالتزام بضوابط أولوائح العملية الاختبارية والحفاظ على إنجاح العملية المتعلقة بالطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء المراكز كما شددت على التعامل بكل صرامة وحزم تجاه أي مركز اختباري لا يلتزم بضوابط العملية الاختبارية وتحمل المسئولية القانونية في حال تم تسريب أي ورقة لأسئلة الاختبارات وحثت أولياء أمور الطلاب على توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم بما يمكنهم من مراجعة دروسهم وإنجاح العملية الاختبارية باعتبارها مسئولية وطنية ومجتمعية أكثر من 24 ألف طالب وطالبة تقدموا للاختبارات النهائية في الشهادة الثانوية في 115 مدرية محررة ضمن نطاق المدريات المحررة لمحافظة تعز تدشين الاختبارات النهائية لطلبة المرحلة الثانوية في مدينة تعز المحاصرة ألاف الطلبة توجهوا للمراكز الامتحانية في 18 مديرية محررة داخل المحافظة رغم ظروف الحرب والحصار والأزمات المركبة رغم الحصار رغم الحرب وما نعانيه من أوضاع ماسة وأزمات لكن اليوم الحمد لله ما زلنا نواجه القهل في أن نتقدم في العلم ونستمر في الاختبارات النهائية أكثر من 24 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 115 مركزاً اختبارياً ترتيبات سبقت التدشين بأشهر تقول إدارة التربية وإدارة شرطة المحافظة إن الإجراءات تسير وفق ما خطط لها وفي أجواء تبدو مهيئة كما ينبغي هذه الاختبارات تم الإعداد لها من وقت مبكر بتلافي كل القصور والإشكالات التي حدثت في العام الماضي خدمة لأبناء الطلاب ليؤدوا اختباراتهم بكل سهولة ويسر إن شاء الله حرصنا على توفير القوة الآمن لطلابنا لأدوا اختباراتهم في قوة ممناخ ملائم حتى يحققوا مراكز متقدمة ونقاح متقدمة وبينما تسعى ميليشي الحوثي الإرهابية إلى تفخيخ التعليم وإلغاء الصفوف الدراسية والعودة إلى المعلامة يتمسك أبناء تعز بالبناء التعليمي كطريق لتنوير العقول وضرورة لمواجهة الفكر الحوثي المتخلف الداعي لفرض الجهل وتعميمه على الجيل القادم بأكمله أيمن قائد يمن شباب تعز كرما في مدينة تعز 250 عاملاً مثالياً من مختلف المكاتب الحكومية تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة المحافظة وسط حرب وحصار لميليشي الحوثي الإرهابية تفاصيل في التقرير التالي على أنغام من التراث التعزي بدأ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز الحفل التكريمي السنوي بعيد العمال الأول من مايو تم تكريم اليوم مايقارب من 250 عامل وعاملة من مختلف القطاعات الإنتاجية سيكون هذا التكريم حافزاً جديداً في جهود هؤلاء العمال الذين بذلوها طوال سنوات الحرب والحصار في محافظة تعز من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أجل عادة تطبيع الحياة في هذه المحافظة يا ربين الناس يا بكريه يا بكريه الله يسوف الله يسوف مقر حد الحرب مقر حد الحرب مقر حد الحرب أشوف رسائل عدة قدمها عدد من نجوم الفن التعزي والمهوبين في أوبرت جسد حضارة المحافظة وتطلعتها وحكايتها مع الأيام لحظات تتويج مليئة بالفخر والاعتزاز عاشها 250 عاملاً من مختلف المكاتب الحكومية في المحافظة أثناء تكريمهم لما قدموه لهذه المدينة في أحلك الظروف اليوم تم تكريمنا في عيد العمال العالمي للعام 2022 ميلادية للقهود التي نقوم ببذلها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في مدينة تعز المحاصرة المكلومة حتى هذه السنة السابعة وإن شاء الله نحن مستمرين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار مهما كلفنا من ثمن الجميع يحتفون بالعامل التعزي في هذه المناسبة العالمية التي أصبحت عيداً للعمال ويوماً للإحتفاء بهم 250 عاملاً مذلوا جهودهم في حدمة هذه المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية كان لابد من شكرهم بشكل يليق بهم عبد العزيزي المحاصرة المحاصرة من سبب السياقة ختام النشرة نذكركم بعنوينها نجاة رئيس العمليات المشتركة بالمنطقة الرابعة من تفجير وسط عدن قوة للانتقالي تختطف رئيس شعبة الاستخبارات لمحور التعز والداخلية تلغي قرار محافظ حضر موت بتعيين مدير شرطة جديد وإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلة في هجوم حوثي استهدف منزل شيخ قبالي في مأرب دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة